نتابع تقرير عن الاحتفال باليوم العالمي للتدخين نرجع تاني نكمل بقي فقرات سيومنا للإقلاع عن التدخين ونرجع تاني نكمل بقي فقرات سيومنا تزم نمع احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين والذي يوافق الحادي وثلاثين من مايو كل عام عقدت وزارة الصحة مؤتمرا بهدف إبراز المخاطر الصحية المتبطة بتعاطي التبغى والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه بما يسهم في حماية الأجال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة الحياة وزارة الصحة وسكان تحت قيادة معالي الوزير أستاذ كور خلد عبد الغفار موجودة النهاردة بكل قوتها معنا الإدارة المكازية للصدر ومعنا طبعا إحنا الأمانة العامة للصحة نفسية بكل العيادات المنتشرة في 23 مستشفى بمستشفى الجمهورية مستشفى الأمانة وعندنا طبعا كمان مكتب مكافة التدخين اللي هو خط ساخن وبيساعد على استقبال المكالمات للناس اللي عايزة تبطل وتتخلص من هذه الآفة السيئة فالحقيقة إن إحنا النهاردة هنتكلم عن عيادات بشكل مفصل وهنحاول نوصل للناس الطريقة اللي بتعامل بيها الطبيب أو المعالج داخل عيادة مكافة التدخين عشان يساعد المدخن إزاي يتخلص من ده إحنا عندنا مشكلة التدخين بتأثر زي ما إحنا عارفين عن مدخنين والغير مدخنين عن طريق التدخين السلبي وبالذات الفترة دي ظهرت أنواع جديدة من التدخين زي الطب المسخن وسجار الإلكترونية ففي ناس كتير معندهاش الوعي الكافي إن هي تعرف إن هي نفس المشاكل بل بالعكس ممكن تبقى أكثر من التدخين العادي فإحنا اليوم النهاردة علشان ندي أورينتيشن للناس وفكرة عن إيه اللي بيحصل فإحنا زي بنحارب التدخين إيه مشاكل اللي ممكن تواجههم مع التدخين والأشكال الجديدة برضو إيه مشاكلها وزي إن إحنا ما ننخدعش بمظهرها اللي ممكن يكون جذاب شوية لكن هي ليها نفس الضرر وأكثر التدخين له أثار سيئة، التدخين الإيجابي، التدخين السلبي حتى الشخص اللي هو بيدخن برى البيت فبنقول له إن ممكن أثار التدخين تكون علقة بالملابس بتاعته وممكن تؤدي برضو إلى أثار سيئة لأفراد الأسرة اللي عايشين معاه التدخين بيؤدي إلى استقطاع جزء من دخل المواطن أو الأسري وده يمكن الجهاز المركزي لما حسب النسبة دي لأن المواطن بيوفق أكثر من 6 ألف جنيه سنويا على التدخين فطبعاً بيؤدي إلى نقص في موارد أخرى احنا بنقول إن دايماً كل فرد أو كل رب أسرة بيعمل زي خطة للإنفاق على الأسرة بتاعته أو على بيته فهو كده بيستخطع جزء من هذه الخطة على التدخين وعلى الأثار السيئة اللي بنتجعنا